ما أهلا القاهرة أم المدائن والقرى والقمر الغريب قاهرة مدينة كنا بنقول الألف مأزنة بقت المليون مأزنة ما شاء الله طيب خلونا نرحب بضيفنا العزيز المهندس محمد أبو سعد رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنصيق الحضاري أهلا وسهلا أهلا أول ضيف تطل علينا في حديث القاهرة صحيح وحوار بجمال في هذا الستوديو أنا سعيد وعن جمال القاهرة صحيح حوار حيكون جميل بجمال القاهرة الخدوية لما نقول القاهرة الخدوية يعني تقريبا 700 فدان في قلب القاهرة على الدراز الفرنسي ونقول أن اللي صممه بطلب من الخدوي إسماعيل كان أكبر مصمم في فرنسا اللي هو صمم شوارع باريس صح الكلام؟ بالزبط بالزبط هايل طيب من بقى المعلومة اللطيفة دي للمراحل العظيمة اللي احنا شايفينها على السوشيال ميديا والناس بتصور يعني طبعا بنحييكوا جدا على المجهود لكن المراحل بتاعة التطوير دي احنا وصلنا فيها دلوقتي نسبة كم في المية خلصناها؟ يعني احنا بدأنا بأهم مدان يعتبر النهاردة في القاهرة الخدوية ومدان التحرير وده أعتقد أن الأكاس الشغل اللي اتعامل فيه نتيجة يعني تدافر جهود جبيرة جدا من وزارات كتيرة مش من الثقافة فقط ولكن العديد من الوزارات ومن المحافظة القاهرة كانت معنا وأهم حاجة هو مشاركة المجتمعية في المشروع لأن المشروع المرادي احنا مش فقط طورنا وجهات المباني المطلع على مدان التحرير كمباني ذات طراز معماري متميز ولكن برضو المحلات المستوى النظر للناس اللي ماشية في الشارع كان فيه برضو يعني فترات سابقة كبيرة كان حصل تغيير لشكل المحلات وعلاقتها بالمباني التاريخية اللي عليها فكان مهم جدا أن احنا نقض مع أصحاب المحلات ونتحاور مع بعض أن التطوير اللي هيتم ده هيكون صدائية على الحركة السياحية والتجارية في وسط البلد وده كان له تأثير أن تجاوبهم معنا اللي احنا بنشيل دي كرات موجودة بنغير بيه بس ده مقابل ايه؟ مقابل أنه هو بالمكان نفسه حيتغير مساحة الحركة احنا بنقله نقل الاسودية يعني هو حاسس بمعنى وقيمة هذا التغيير أن نرجع تاريخنا لأصله؟ حاجتين أنه بيستعيد القيمة قيمة المكان وفي نفس الوقت الحركة التجارية والسياحية في وسط البلد بتعود مرة تانية للشكل احنا طبعا من المعلوم أن وسط البلد وسط المدينة في أي مدينة في العالم هو ده القلب التاريخي لها الداون تاون بقى يعني الداون تاون في أي حتة الواحدة بيروح في حتة عايز ينزل الداون تاون يتعرف على تاريخ البلد أهم أكلتها العداد بتاعتها المطاعم الحرف التقليدية اللي فيها فده بياخدنا في رحلة جوا وسط البلد وبعد ما عملنا مدان التحرير وكانت صدا جيد جدا بعد التطوير اللي تم بقى عظيم في المدان نفسه وحركة المرور واللاند سكيب اللي حصل دولة رئيس الوزراء وجه في أحد الاجتماعات أن تجربة مدان التحرير تتكرر في المدينة الرئيسية في وسط البلد وبدأنا في مدان طلعت حرب ثم مصطفى كامل مرورا بشارع قصر النيل وحاليا بنعد رؤية لمدان الأوبرا إلى النص المدان العتبة إن شاء الله هايل يعني القاهرة الخدوية الجميلة جدا المدينة الباريسية ستعود مرة أخرى لتنافس عواصم العالم كمدينة ممكن حد يروحها كسايح ويمشي فيها وهو سعيد وإنت تروح تقعد فيها تشرب فنجان أهوة وإنت سعيد وتتسوق وإنت سعيد قبل ما أدخل في السؤال لازم أشكر كل الناس اللي تعاونت مع الجهاز واللي تفهمت أصحاب المحلات وأصحاب البيوت وأصحاب الأماكن التجارية اللي تفهموا جدا ده وعرفوا أنه هيعود عليهم وعلى البلد بالخير سؤالي الحقيقة هو خاص بفيه أشياء كانت ممنوعة تماما أنها يتم السماح بيها أو الموافقة عليها زي مثلا اللافتات الإعلانات الكبيرة الألوان المختلفة أن كل عمرة تبقى لونها مختلف خليني نقول أطباق اللي بتستقبل التلفزيونات كل دي بالنسبة لكو التفاصيل الصغيرة دي التعامل معاها كان شيء سهل هو ده كان تم بالتعامل مع محافظة القاهرة الحقيقة لأن طبعا ميدان التحرير هو ده أول انطبع لنا كان التعامل مع الوجهات إيه اللي فقد منها إيه الألوان اللي تغيرت فيها إيه الكوابيل الزخارف والمقرنصات اللي كانت على الوجهة إيه اللي فقدناه فكان أول دور من الجهاز إن هو يرفع بقى ويوسق كل تاريخ المباني دي وبقى عندنا أرشيف أرشيف معماري مهم جدا رجعنا حقب الزمنية المختلفة رجعنا رسومات الأصلية للمباني وبقى عندنا أرشيف نقدر من خلاله نستعيد نرجعها زي ماكي يعني عندنا ملاقف معلومات كامل على الملامح الحضرية القديمة نقدر نرجع لها ريفرنس يعني نرجع الأشياء لأصولها بالزبط حدث إحنا ده اللي تم من الجهاز وده خد وقت إن إحنا وصحنا إحنا عندنا جهاز ريديس كانر بنمسح كل الوجهات دي بكل تفصيلية للملي متر فبالتالي بقى عندنا نقدر يعني بقى عندنا أرشيف في حالة أي تعرض لأي مبنى من مباني اللي تم رفعها بالفعل اللي هي مدان التحرير بالكامل نعم شارع قصر النيل بالكامل مدان طلعت حرب مدان مصطفى كامل كل دول أصبحوا النهاردة موسقين عندنا وبقى عندنا رفع ليهم ودي كانت أول خطوة لاستعادة استعادة اللي كانت عشان نعرف هي كانت شكلها إيه فوسقنا ثم بعد كده بدأنا بفريق بقى الترميم الأعمال اللي فوق دات بعض العناصر والجزء اللي كان مهم جدا إزالت بقى لوحات المكاتب لوحات العديدات الألوان المختلفة شكل المحلات نفسها يعني هنرجع في المناطق يعني عنزل مدان طلعت حرب ألاقي الألوان كلها شكل بعض بملاماحة قديمة كده بنفس الروح هنرجع تاني لمصر القديمة مصر الخدوية بجد احنا بالفعل بقينا كده يعني النهاردة لما حضرتك يمكن الحاجات الصور الواقع النهاردة اللي موجود في وسط البلد فعلا بدأ مصطفى كامل رجع زي مكان وحتى بإضاءته إضاءة الوجهات بالليل لما نشوف سحر القاهرة سحر وسط البلد يعني ننزل بالليل طب في أماكن هتبقى مغلقة نعرف نتمشى فيها يعني فيه مناطق كده في وسط البلد ما مشى بس الناس تتجمع وتبقى فيه ما فيش عربيات داخلة فيه أماكن بيع أشياء جميلة نصخر يعني الشعب المصري يرجع يمشي في شوارع وسط القاهرة زي الزمانة صحيح يعني احنا متخيلين بصراحة أنا وخيري ان احنا هنمشي في متحف مفتوح للمباني الجميلة ذات إضراز المعمال الجميل ومغلق بقى علينا كده لا فيه عربيات ولا فيه دوشة بس أعتقد يعني ده بعد ما نقل كل الوزرات بقى كمان ممكن يتم بشكل أمس دي دي فرصتنا الزهبية يعني الدولة بتتحرك كل المباني اللي كانت بتجعل حيث كبير من القاهرة الخدوية وتنقلها المباني الحكومية تحديدا وحجم التردد اللي كان عليها اللي كان بيعمل زحمة في الترافيك وفي الباركينج وكان فيه مشاكل كبيرة جدا في قلب القاهرة النهاردة نقل المباني الحكومية وخرجها للعاصمة الإدراك جديدة ده فرصة أن احنا القاهرة تتنفس القاهرة الخدوية تعود وبالتالي وأنا عايز أقول برضو أن تصميم وسط المدينة عندنا في القاهرة الخدوية تحديدا معتمد على مجموعة من الممرات الرائعة ممرات بتختار بهلر وببيك وممر الخاص بشواربي مجموعة ممرات للحركة والمشاة رائعة جدا وبالتالي احنا بدأنا بالفعل ممر شارع الشريفين والبورصة بالفعل دول تم تطويرهم وتحولوا لمشاة وبقت فيه كود بيطبق لدول الاحتياجات الخاصة عمين حسابنا عليه في القاهرة الخدوية احنا دلوقتي مش فقط بس المباني والواجهات ولكن من خلال وزارة الإسكان بيتعامل مشروع لمصار الأرصفة نفسه ومعالجات طبعا زاوي الاحتياجات الخاصة في المصار الشكل البسكت اللي هتبقى موجودة أماكن الانتظار هتبقى فين وفيه بيدرس حاليا برضو من تخطيط العمراني مصار العجل في وس البلد في محاور معينة بيسمح احنا بمكلم عن أزمنا طويلة ولا هنلاقي نفسنا قريب عايشين الواقع؟ معدة للإنجاز؟ احنا بدأنا بالفعل ويمكن المشهد اللي احنا بنشوفه النهاردة الشريفين والبورصة تعاملوا فعلا الألفي تعامل فعلا الشواربي موجود وتم نتم منه بهلر خلص مصطفى كامل مدان مصطفى كامل حوالي 70% منه انتهى وبالتالي تباعا التحرير بالكامل مدان التحرير يعني قرب على الافتتاح خلاص يعني فقابها صورته وبالتالي كل يوم القاهرة الخدوية بتتنقل نقلة مختلفة واعتقد حتتوق بقى عادة توظيف المباني التراثية اللي أول ما المباني الحكومية تخلى المدينة هتخلى شكله منحنة تاني خالص على فكرة احنا متوقعين جدا ان احنا نشوف ده وخصونا منقول فيه طريق عاجل وطريق مامشا مدان التحرير رايح فين حيب ايه المبنى المجمع المجمع طبعا المجمع احنا احنا طورنا وجهاته لانه طبعا جزء من شكل المدان الفراغي وحاليا السندوسيا دي بيحط له رؤية في اعادة استخدامه اعادة استخدام مش هدم لا اعادة استخدام اعادة توظيف اعتقد ايضا مبنى الحزب الوطن القديم ده تهدم وحاليا برضه بيتعمل له دراسة لعادة توظيفه برضه طب احنا يمكن من افضل الحاجات كمان اللي انا عايزة اسأل عليها هو خبر صار طبعا كان عندنا اكتر من مشروع مشروع عاش هنا ومشروع للشوارع حواديد وحنختمها بخبر لطيف جدا حيتم بدءا من يناير انا شخصيا وخيري قررنا انه نحجز فيه مكان من دلوقت ادينا بقى يا فنة من اخبار انا نفسي تشاركونا فيه دلوقت احنا معاكم نفسك بحث احنا تبنينا مبادرة اسمها زاكرة المدينة زاكرة المدينة اعتبرنا ان المدينة ما هيش فقط العمران مش المباني المدينة حياة والمدينة مجتمع عاش في المدينة شكل هويتها وبالتالي بدأنا بمشروع عاشة هنا واعتبرنا ان فيه شخصيات عاشت في اماكن مهم جدا ان الاجيال اللي موجودة الحالية تتعرف عليها وتعرف هنا عاش مين المبدأ اللي عاش هنا مين الكاتب اللي عاش هنا مين العالم اللي كان موجود هنا وحطينا اللوحات بتوسق اماكن اللي عاش فيها مبدأينا وكمان عملنا QR على اللوحات وعملنا موقع على شبكة الانترنت بالتعاون مع مركز معلوماته دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بحيث ان اي حد النهاردة ماشي بيلاقي لوحة عاشة هنا بالموبايل بيسكان الكيو آر بيلاقي البايو كاملة كل سيرة ذاتية للشخص ده وبالتالي بيتعرف يفضل ذاكرة الناس اللي ابداعت في البلد تفضل فوق دانا ومعانا نلاقي هنا بيكار نلاقي هنا نجيب محفوظ سعاد حسني الله واحنا ماشيين بنتعرف على تاريخ تاريخ البلد ثم بعد كده عملنا تاريخ حديث مع التاريخ القديم يعني احنا بنمزج الحضارة القديمة مع نجوم في مختلف المجالات تدل البلد دي واسعدونا وده كان مهم جدا لان حتى معالي الوزيرة ناس عبداي موجهت ان يضم للمشروع شهدائنا من الجيش والشرطة فبقى النهاردة ده عندنا برضو كل شهدائنا ياريت نضيف اليهم شهداء الطب يعني الجيش الابيط ده ياريت ينضم شهدائنا في الجيش والشرطة اخوتنا وكمان الاطباء ما ننساش فضلهم علينا يضحوا بخياتهم برضو علشان بالزبط حضرتك وده يعني هيؤخذ في الاعتبار من اللجنة المعنية بالوضع ده لان ده يهمنا احنا عايزين نوسك كل من ابدع وكل من ضحى وكل من كان له دور في مجاله ان يفضل نحافظ عليه للاجيال اللي جاي اي حد النهاردة لما بيمشي في اي مكان ويعرف ان هنا عاش شخصية كان لها دور في مجالها انا بعتبر ان ده جزء من الانتماء للبلد فبعد ما خلصنا عاشة هنا دخلنا في حكاية شارع لقى ان فيه شوارع كتيرة في مصر بتحمل اسماء شخصيات اي وقد يكون فيه اجيال ما تعرفش صحيح واحنا بنلاقي ده في العالم الاسم بتاع الشارع وشرح شرح هو ايه الشارع ده بالضبط وعملنا المشروع حكاية شارع وبالتالي بقى عندنا عاشة هنا وحكاية شارع وعندنا اللوحات اللي بنوصق بيها كل مبنى مسجل في الجهاز القاوم للتنسيق الحضاري كمان بنزو طابع معماري بقى له رقم وبقى له لوحة بتقول ايه طرازه ومين اللي عمله فبقى عندنا المعلومات كلها موجودة فبقى اصبح محتاجين بقى يا بغت اولادنا الاجيال اللي هتلحق تستمتع بده وقت طويل احنا مش هنلحق لا لا هنلحق بانجزوه شرع قوي يا خير بانجزوه انجزوه نبع عشان نلحق نعيش شوية في الهنة ده لا ان شاء الله يعني نسعد به لان بعد ما عملنا ده قلنا طيب خلاص احنا هنعمل نمشي مع بعض ونتعرب بقى على زاكرة المدينة ده الخبر الكويس اه دي احنا عملنا الجولات تراثية جولات تراثية دي احنا عملنا خريطة لو قسمنا بعض المناطق الذات القيمة وبدأنا بمنطقة الزمالك كمنطقة تاريخية ومنطقة لها طابع معماري متميز وعملنا خريطة الاول جولة في الزمالك والجولة دي بتبتدي من قصر عيشة فاهمي بتنتهي عند فيلا مكلسوم وبالتالي في الجولة دي بقى احنا هنتعرف على الناس اللي عاشت هنا مين المعمارين اللي عملوا الجزء ده اهم الطرز اللي موجودة حكايات المحلات المهمة اللي في المكان ده وده جزء انا بعتبر ان ده جزء من قيمة المدينة قيمة ان الناس تتعرف على زاكرة المتفضل في وجه ده فعملنا خراية مطبوعة وفي نفس الوقت عملنا موقع للجولات التراثية اللي حابب ينزل هو الوحده من خلال انه يطبع الخريطة وينزل او انه ياخد الخريطة على الموبايل وحيكون مفاعل من امتى يا فاند ان شاء الله من الاسبوع الاول في يناير هاي والموقع الموقع والجولات ابتداء من الاسبوع الاول انا وخيري حاجزين اول مكان يا فاند القاهرة والناس وحديث القاهرة خايب اكيد او حادث القاهرة ممتن لحضرتك ان كنت ضيفنا لم نجد افضل من القاهرة الخديوية ولا وجه مصر المشرط ولا ناس بتنجز علشان مصر تبقى احلى ان يكون افتتاح هذا البرنامج يعني ان تكون ضيف هذا البرنامج فبشكر حضرتك جدا جدا مهندس محمد ابو سعد رئيس جهاز التنسيق الحضاري يعني كل الجمال اللي شفناه واللي الصورة فيه بتتكلم مش احنا اللي بنقول ولا هو كلام مع حديث عابر كان خير دليل احنا بنشكرك جدا وبنشكر كل حد ساهم في وضع لمسة جمال في مصر اللي تستاهل مننا كلنا شكرا جزيلا شكرا لكم اما بقى كل مشاهدين احنا بدأنا الحالة وقلنا ان عايزة بس ان انا رجع من روبط صليبي في الاعلام فاحنا لسه بن اول ماتش واعتقد ان كريمة كمان كان عندها صليبي اعلامي فاحنا لسه بلاشت عملنا زي مروان محسن احنا عندنا اهداف والله افشا ضايا اعضر بالجزاء عادي ان شاء الله اللي جاي وايامنا اللي جاية هتكون جميلة بداية مهمة جدا ان يكون حوارنا الليلة مع الامين العام لجماعة الدول العربية في ايام حارجة جدا في المنطقة ايام تتغير فيها الادارة الامريكية من جمهوريين الى ديمقراطيين تتغير فيها منطقة الخليج وحوار حول مسلحة هل تتم ام لا تتم حوار حول عودة العلاقات مع اسرائيل اعتقد ان انسب شخص يمكن ان يتحدث في هذا التوقيت هو نفس الشخص اللي حاوره النهاردة خيري وهو الامين العام لجمعة الدول العربية اعتقد كل الاسئلة اللي ممكن تتخيلوها واللي ممكن كمان تساهم في رسم الرؤية اللي جاية هتكون موجودة في الحوار ده اللي تم النهاردة داخل اروقة جمعة الدول العربية بيت العرب حتى لو ما كانش مفاعل بان القرارات اجبارية فهو المكان الوحيد اللي بيدوم كل العرب وقت محد فيهم بيناتي حديث القاهرة لا ينتهي دايما مستمر وحنكون معاكم دايما اشتركوا في القناة